اشتركوا في القناة بياخد تكنيكس ومحتاج خبرة قوي والمعدات بتاعته حديثة ولازمة تتعويض عليها فدي كانت الجائزة بتاعت شركة برو فوتو ان هم عملوها للمصورين المحترفين وقالوا احسن واحد ياخد او احسن صورة اطلقت باستخدام التكنيكس ده بذلك الكلام ده كان في شهر اكتوبر 2009 الحمد لله عن طريق open voting مفتوح على النت وبعد كده كان بي لجنة تقييم فازت الصورة بتاعتي من تاني احسن صورة في العالم باستخدام احدى السكنية اضاءة في العالم طيب هون بدي ركز واسكر شغلي المصور العربي دي هو مظلوم وليه ما فيه مصورين عرب وصلوا لمراكز اولى بالتصنيف هو ليه هو مظلوم دي هو احنا سبب فيها بس فيه سبب تاني طبعا انت عارف الفرق بيننا وبين المصور الاجنبي المؤسسات برا فيه اي فنان او اي حد مثلا شغال في تصوير فيه مؤسسات من حوالي الاعلام بيخدم اوي المصورين برا غير عندنا هنا احنا شوية ما عندناش الموضوع ده تاني حاجة ثقافتنا احنا كمصورين او كفنانين يعني الفكرة ان انا ممكن ما يكونش احسن مصور في العالم بس ممكن يكون عندي افكار اسوأ بيها نفسي واعرف يبقى عندي علم وعندي فعلا من الخبرة بما يجاري المستويات اللي في العالم واعرف اسوأ لنفسي كويس فبرضو انا شايف ان فيه دور بيقع علينا ان احنا نعرف نسوأ الفن بتاعنا ونعرف نسوأ الشغل بتاعنا كمصورين عرب نعرف نشارك الناس اللي برا ما نحط شحن الحواجز بنا وبين المصورين الغربيين ان الموضوع عادي جدا العالم نهاردة اصبح زي ما انت عارفها كارية صغيرة مثال بسيط قوي اللي حصل في الجائزة بتاعة برو فوتو دي بالضبط كان فيه معرفة بالموضوع اشتركت قدم لقيت نفسي انا الوحيد العربي اللي كنت هناك كلهم من امريكا كلهم طب ليه انا كنت احبقى مبسوط لو كان فيه 3 ا 4 عرب كمان طيب التصوير موهبة ولكن انت هلأ عم تدرسه قديل عم يدرسه تصوير موهبين وقدي فيه الواحد ما يكون موهوب ويصير مصور شاطر هو مصور وليه اتجاهت اصلا لتدريس الفوتوغرافي خلينا نبتدي من الاخر انا اتجاهت بتدريس الفوتوغرافي بعد ما احتكيت بالمصورين العليمين انا اتقابلت معهم سنة 2003 لما حسيت ان فعلا الواحد اكنه ما عملش حاجة خالص ادركت اهمية توصيل المعلومة ودي اللي بجد يعني دي حاجة انا خدتها هدف من اهدافي وعلى اعتكي فعلا ان انا اوصلها لكل حد موهوب في الوطن العربي لكل حد نفسه يوصل لحاجة في التصوير بس محتاج مساعدة حتى للناس العاديين ان من اي حد ياخد صورة زي ما بتشوفها عني النهاردة الكاميرات السامي بروفاشنال زي نقوله عليها موجودة في السوبر ماركت الكبيرة الناس بتاخدها وعليها عروض وفيها كمان بتغيرها العدسات وبتسفري تعمل التراب بتاعك وترجعها تلاقي صورك معظمها بايز فالنهاردة ما بنعرفش نشغل الكاميرا بكفاءة حتى 10% دي زي انا شايف ان ده زي بنا احنا كمصورين محترفين ان احنا لازما نوصل وندي ايد للناس ونعلمهم تصوير ان التصوير ده صنعها لازم تعليميه في الورشة حتى لو خلت اكاديمي لازم تنزل الورشة بتعليميه فانا شايف ان دورنا احنا كمصورين محترفين ان احنا نهتم بالتعليم وفعلا انا بالحمد لله بالفعل مش انا كمان لوحدي فيه كمان انا بكتب في مجلة اسمها مجلة الطالب العربي دول مهتمين بالتعليم في الوطن العربي كله وانا بكتب عن التعليم والتصوير في الامارات العربية المتحدة وعندنا افكار وبنتور مناهج لتعليم التصوير بالنسبة لي انا في الوطن العربي كله وان شاء الله نوصل نخلي الناس بس اللي بيحبوا التصوير يعرفوا يصوروا كويس انا بدي اتشكر وجودك معنا هيك استفدنا كتير من المعلومات التي عطيتنا ايها وحتصورنا قريبا مش هيدينا اكيد مسك الختام انا cabله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة